بونجور اهلا بكم حلقة جديدة قبل من بدأ الفيديو اعملونا بقى لايك على طول الفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علمت الجرس واختر منها كلمة الكل عشان دايما نجيلكوا اشعار بكل جديد بعمله يلا هنبدأ الفيديو هنكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها من فترة وهي تعليم لغة فرنسية عن طريق الاستماع النهاردة بقى هنكمل هقول جملة وهبطأ فيها شوي يعني هقولها بشويش عشان تعرفوا ايه يعني من خلال السمع ان انتو تكتبوها تمام يلا بينا نقول الجملة بتاعتنا النهاردة يلا بينا الجملة هي هقولها تاني هستبلوكم وقت تفكروا فيه وبعدين نقول المعنى الجملة على طول دلوقتي وننطقها كمان مر ده شكل الجملة اللي قدامكو الظاهر قدامكو على الشاشة هي معناها ايه بقى امتى بنقولها عارفين معناها ايه بالعامية يعني ما توجعش دماغك فاهمين يعني لو فيه حاجة كده بفكر في شيء مثلا والشيء ده يعني مالوش اهمية قوي فبقول كده يعني ما توجعش دماغك في التفكير في الحاجة دي او كده فاهمين فكرة المهم هي بالمعنى ده يعني اه تمام ناخد جملة تانية برضو اه برضو نفس الكلام يعني هنطقها وبعدين ايه انتو من خلال الاستماع هتديكم وقت تفكروا كده وتكتبوا في توقفوا الفيديو تكتبوا في التعليقات في الكومنتاج تحت الفيديو عشان نشارك مع بعض يعني اه في الفيديو تمام ناخد كمان جملة تانية اه اتو موا اتو موا اتو موا طبعا بمعنى انتظرني او انتظريني تمام يبقى في الفيديو بتاعنا النهاردة اخدنا جملتين اه اول واحدة ايه نو تيل دو تكخزي لعسير فال واخدنا كمان اقول ليه معناها ايه ما توجهش الماغك او ما تضغطش على نفسك يعني في الموضوع ده كده يعني المعنى ده واخدنا جملة تانية اللي هي اتو موا اللي هي ايه انتظرني او انتظريني قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش بقى لايك للفيديو اه وشجعونا بلايك يعني بحس ان لايك ده هو التقدير منكم ليا اه تمام اه وكمان اشتركوا معنا في اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس وكمان نضموا لعالتنا الجميلة في الجروب والبيتج بتاعتنا على الفيسبوك وماخسي دفعوا جهة ديما فيديو باي باي